أدان الأمين العام لجامعة الدول للجامعة العربية أحمد أبو الغيط العملية العسكرية العدوانية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلية على جنين والتي أصفرت عن سقوط سبعة شهداء وعشرة مصابين وأكد أبو الغيط أن التحركات العالمية بما فيها القرار الأخير للمحكمة الجنائية الدولية لم تؤدي حتى الآن إلى رضع الإجرام الإسرائيلي محذرا من مغبة إشعال الأوضاع في الضفة الغربية على نحو يهدد بانفجار كامل هذا وقت حمت قوات الاحتلال مدينة جنان ومخيمها وسيرت آليتها في شوارع جنان وحيفا ونابلس وطريق برقين ما أدى إلى اندلاع مواجهات تركزت في محيط مخيم جنان ووادي برقين